السلام عليكم يقول المثل الشعبي يوم محسين كنت بوحدة صرتي باثنين ويقول المثل المصري أجت الحزينة تفرح والتكمال عندكم الأسف العرب حينما فكروا في يوم الأيام أن يرصدوا القمر وصلوا إلى القعر الجهل والتخلف أخذهم إلى خنادق بعيدة عن متطلبات الواقع وحينما أرادوا أن يفخروا بأديانهم أصيبوا بداء الطائفية وحينما أرادوا أن ينموا مناطقهم أصيبوا بداء المناطقية مصائب ومطبات اجتماعية كل يوم نشهدها تفقع علينا من كل مكان وكل ما أراد البعض أن يسكر بابا تفتح عليه أبواب أخرى وتكسر عليه نوافذ أخرى للأسف رياح التغيير لم تأتي إلا بالتغيير كل ما هو جيد وتركت علينا كل ما هو سيء هكذا يقول المواطن البسيط لماذا دخلنا في مرض الطائفية ما هي الأسباب من الذي يدعم ويمول هذا النوع من الأمراض الاجتماعية إلى متى سنبقى ساكتنا لهذه الأدواء ما هي العلاجات والحلول الحقيقية كيف يمكن أن نتخلص من كل ما يحاط بنا الآن من تلك الفتحات التي تفتح على أوطاننا من كل مكان لماذا لا يكون هناك فكرة للأحزاب الدينية هل أنت مع أو ضد لماذا لا يتم احتواء ذلك التطرف الذي يتعرض له الشباب بإطار مؤسسي معين لماذا ولماذا تعاني كثير من المناطق من الإهمال إهمال اجتماعي إهمال مادي وإهمال معنوي كل هذا مشاهدين نريد أن نشاهده ونناقشه في هذه الحلقة عن الطائفية والمناطقية التي بدأت ألغامها للأسف تتفجر في بعض المناطق من عالمنا العربي والإسلامي بفعل فاعل وليست عن حسنينية لا بد أن نسيء الظن بكل من يحاول أن يقحم بلداننا بأي أتون طائفي أهلا وسهلا بكم مشاهدين في أجندة حوار بعد أن نتابع ما جرى في الحلقة الماضية سنكون وإياكم مع نخبة من شباب سوريا كيف ينظرون إلى الطائفية والمناطقية أعتقد جمهورية العربية السورية هي من الجمهوريات القليلة في العالم التي لا يوجد فيها وزارة للشباب أو تحتم بشؤون الشباب يعني إذا استثنينا الإتحاد العام الرياضي يكشير قلب جندي وبيتبح واحد بإسم الدين هذا طفيلي الطفيليات هذه في شخص تاني جوه البلد عم يدير طفيليات من نوع آخر أنا بشوف في توازي بينهم بحاجة لممثلين عن كل الأطياف تجلس وتتحاور تخرج بميثاق وطني غريزة طائفية موجودة ومجرد ما أشعلت بزرة الطائفية شوف كيف حرقت المشكلة الاهتمام بفئة شباب المناطق الفقيرة ومراكز الإيواء هذول مثل ما تفضلوا الشباب هذول هنا موقود الأزمة حاليا قضاع فساد والمحسوبيات اللي هلأ كتير موجودة يعني أنا بطلب اليوم اللي عم يحكي من بره لما من جوه اليوم أنا بحبه أنه يكون اليوم يشوف بالأرض شو صاير مع العالم يعني لازم الحل الشوب الطائفي البرد الطائفي السهل الطائفي الوادي الطائفي فلان طائفي فلان مناطقي ملينا من كل هذه المصطلحات لكن اليوم نريد بكل شفافية أن نفتح ذلك الجرح ونعالج بالطريقة الصحيحة التي تناسبه من وجهة نظر المواطن الذي يحب بلده بعيدا عن أي تعصب آخر ليست المشكلة في أن تنتمي إلى طائفة كريمة هذا فخر وهذا أرث وتاريخ وحضارة لكن المشكلة أن تتعصب بطريقة عمياء جاهلة لطائفتك أو لمنطقتك مما يكون في ذلك على حساب الآخرين من ربما تضييق على حرياتهم وعلى آرائهم وأفكارهم فضلا عن أن يكون أن يتحول ذلك الفكر إلى نوع من التسلح وهو الأخطر فيما نتحدث عنه اليوم أهلا بكم مشاهدين وإسرنا نتعرف على نخبة من شباب سوريا الأفاضل الذين لبوا دعوتنا نبدأ من الأنسة غنوة ميا المترجمة والناشطة السياسية أهلا وسهلا فيك أيضا الأنسة حنان صندوق طالبة في كلية الإعلام جامعة دمشق أهلا وسهلا وأيضا الدكتور عماد ناصر طبيب سوري حياك الله أهلا حياك وأيضا الأستاذ ثائر العجلاني الصحفي السوري والناشط دائما أهلا وسهلا وأيضا الأستاذ الفنان الكبير الأستاذ أدهم خليل أبو أيهم الرسام الكاركاتيري الذي يسعدنا أيضا برسومه اليوم أهلا بكم جميعا وخلينا نبدأ من الأول لحضراتكم لكن بعد أن نتابع التقرير الذي عده صديقنا أدونيس عصام شدود عن الموضوع الذي نتحدث عنه وبعده سنعود إلى البرانوية اللي هو الشعور بالارتياب والخوف من شيء معين سنناقش أيضا بعد أن نتابع التقرير فسيفساء الوطن النسيج الاجتماعي العيش والتعايش المشترك وغيرها من المصطلحات التي تثبادر إلى الأذهان لتبرير المواقف أحيانا عند الحديث عن الطائفية أو المناطقية كتطبيق للمثل القائل يختبئ وراء إصبعه عرف مفهوم الطائفية على أنه انتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية فمن الممكن أن يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف أوطانهم أو لغاتهم ثم مزج هذا المفهوم ذات المكون العددي مع مفاهيم أخرى ذات مضمون فكري أو فلسفي أو عرقي أو مذهبي فتحول ليستخدم بديلا لمفاهيم كالملة والعرق والدين التي كانت سائدة قبل ذلك حيث أصبحت الطائفية مذهبا وأيديولوجيات وهوية حلت محل غيرها من الهويات وكذلك الانتماءات الأعلى بل وبدأت تتعالى عليها وقد تبدي في الكثير من الأحيان الاستعداد لتتقاطع معها وتأخذ موقعها هناك اتفاق بين أغلب الدول على أن يحق لكل البشر الانتماء والتصريح بالانتماء لأي دين أو اعتقاد أو طائفة بشرط أن تكون أفكار أي شخص لا تحض على الأذى أو الإجرام بحق الآخرين حتى أن معجم الأكسفورد يعرف الإنسان الطائفي بأنه الشخص الذي يتبع بشكل متعنت طائفة معينة وبمعنى آخر يتعصب بشكل أعمى لطائفته الظروف والأحداث وتبعاتهما تفاصيل كثيرة وممارسات عديدة جعلت مفهوم المناطقية التي يظهر بشكل أوسع ويزاحم الطائفية أيضا حيث تحول الانتماء للمنطقة التي عاش فيها المرء وكون فيها علاقاته إلى حالة سياسية وأصبحت المناطقية إحدى وسائل إقصاء الآخرين من الحقوق السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية اليوم وفي سوريا التي تعد فيها الطائفية الاجتماعية منحاسرة مقارنة بالطائفية السياسية وفي مجتمع كالمجتمع السوري ثلثي تعداده من الجيل الشاب يطرح السؤال كيف ينظر الشباب السوري لمفهومي الطائفية والمناطقية وكيف يتم برأيهم تفادي مطباط هذين المفهومين لبرنامج أجندة حوار أدونيس عصام شدود أو معارض أو موالي سأعود مع حضراتكم لأسمع وجهات نظركم بعد أن نتابع أدونيس ماذا عد لنا أيضا من استطلاع لشريحة من الشارع السوري لتدلي برأيها معنا أحداث اللي عم تصير بسوريا هل أخذت المنحة الطائفية ولا لا؟ هلأ الحقيقة يعني لا نحن شعبنا طائفية يعني ما أنا معهودة عن شعبنا بس الطائفية إجت من برأ من الأجنبي من الغريبي اللي إجع لداخل سوريا اللي هو محمل بفكر طائفي حاول أنه ينشر لهون بسوريا لكن بظن أنه فشل أحداث أخذت بسوريا منحة طائفية من قبل معارضة بس أما من قبل جانب الدولة ومؤيدي الدولة بالتأكيد ما أخذت منحة طائفية أي أكيد للأسف يعني لا لو أخذت منحة طائفية ما بتشوف هالمناظر اللي شايفة هلأ شو المناظر؟ يعني العالم مع بعضها أنتو شايفين الأحداث بسوريا أخذت منحة طائفية ولا لا؟ لا لا ما لن نجاوب لا نحن من يوم يوم نعايشين بسوريا كلنا شعب واحد يعني ما أخذت ابنهم هلأ برأيي الشخصي أخذت منحة طائفية من اللي عم نشوف اللي حولينا عم نشوف المنطقة اللي عايشين فيها حصرت غلسامات يعني نقسموا العالم يعني يعني خصوصا بالمحافظات اللي فيها من اختلف الطواف نقسموا العالم يعني صارت حتى اللي كان عالم بأخذين بعض وعايشين مع بعض تلاقي اختلفوا يعني حتى الرفقات بين بعضهم اختلفوا بعد لا لسا ما يعني ما وصلنا له المرحلة وإن شاء الله ما منوصل لا يعني ما بعرف ما بزنو أخذت أكيد أخذت منحة طائفية بس يعني كثير اشياء اللعبة دول حسب عن نسبة الأخبار منو أخذت لا المنطقة اللي عاش فيها لا بس بشكل عام يعني بنسبة عنو الخطفو هيك بس والله ما عندي فكرة شعب أوعمل أنه يكون في بعض طائفي لأنه في حالة فسئة فسائية موجودة بسوريا مستحيل تكون موجودة بأي دولة أخرى نعم أخذت منحة طائفية لا حتى